بسم الله والحمد لله وأكيد يا جماعة يعني بعد ما تكرمنا عن موضوعها في الدرس أو الحلقة اللي فاتت أكيد طبعا كل واحد فينا لازم يعود يفكر إيه اللي ممكن أقدمه لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأي إنسان لن يعدم خير يعني أنا قلت لكم على قصة الأخ اللي خد الشرات وراح عند الأستاذ وعمل الخير ده كله فأي واحد لن يعدم خير وإزايك سبحان الله شوف ربنا لما بيقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم يعني العلماء بيستنبطوا من حيث دي حاجة جميلة جدا يا جماعة اللي هي إن سبحان الله إن التأليف بين قلوب المسلمين من أعظم الأشياء التي تكون عاونة لنصرة النبي لإن لا يمكن نعرف ننصره إلا إذا تألفت قلوبنا لما يتألف قلبي مع قلبك إيه اللي يحصل أنا بفكر بعقلي وعقلك وأجمع قلبي وقلبك وجهدي وجهدك ومالي ومالك وكلنا نكتمع على نصرة النبي صباحا عشان كده ربنا إليه وقلف بين قلوبهم شوف الحكمة الجميلة من هذا التأليف سبحانه المالك تعالوا نكمل بقى سيدة سيدنا عمر ابن خطاب ونقف مع وقفات جميلة جدا من أدب سيدنا عمر مع النبي ومن حب سيدنا عمر للنبي بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل جدا نروا البخاري عن ابن أبي ملايكة أنه قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر وشوف الكلمة والله مرعبة لما أفضل الناس يا جماعة بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر فلما يقول كاد الخيران أم يهلك أبو بكر وعمر فسبحان المالك إلا حصل جماعة دخل وفد بني تنميمة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال واحد منهما واحد يعني أبو بكر وعمر فقال أحدهما يا رسول الله أمر عليهم الأقرع ابن حابس فقال الثاني بل أمر عليهم القعقع ابن معبت فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلاف يا عمر فقال عمر والله ما أردت خلافك أبا بكر حصل حاجة جماعة يعني فيه لفظ وحش طلع قدام النبي أبدا كل ما في أمر صوتهم اترفع سنة في صوت النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله عز وجل يحسم في تلك المسألة ويعلمهم كيف يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام ده للصحابة والأمة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا الله سيدنا عمر ياخد الدرس ويعمل إيه فكان لا يكلم النبي بعد ذلك إلا كأخي السرار كأنه بيقوله كلمة سر فلا يستطيع أن يسمع النبي فيستفهم عمر ماذا تقول يا عمر شوف تخيل سيدنا عمر الذي وصفته منعشة كانت تقول كان عمر إذا تكلم أسمع صوته ما شاء الله وإذا ضرب أوجع وإذا ماشي أسرع كل حاجة عنده واضحة رضي الله عنه بعد كده بقى لما يتكلم يا جماعة صوته بقى واطق خالص ضرعت أن النبي مش سمعه فقاله ماذا تقول يا عمر فأقول أقوله كذا يا رسول الله شوف بقى تخيل عمر بن الخطاب اللي كان رايح في يوم الأيام يأتي للنبي النهاردة ما يقدرش يرفع صوته قدام النبي يا جماعة الإيمان بيغير الإيمان بيغير بفضل الله وده نطلع منه بدرسين جمال قوي أول حاجة إحنا يا جماعة التزامنا بقى لنا كم سنة فيه اللي التزم بقى له سنة أو اثنين أو عشر أو عشرين وفيه اللي لسه مالتزمش ربنا يا كم الجميع لكن السؤال بالنسبة لللي التزم وربنا أكرامه بنعمة الالتزام إيه اللي تغير فيك يعني أنت عارف نفسك أنت أدرى بنفسك أنت نفسك لما تعد تتأمل في حالك قبل الالتزام وبعد الالتزام هل في حاجة تغيرت أنت حسيص أنت طبعا تحس بنفسك والناس برضو يحسوا منك الأمور ديت من خلال المعاملات معك فأجماعة ما ينفعش واحد قبل ما يلتزم يكون عصب وبعدا ما يلتزم برضو عصب ما ينفعش قبل ما يلتزم بعقو أم وأبويا وبعدا ما يلتزمت يدوب بصلي وبرضو بعقوه ما ينفعش قبل كده أن أنا ما نشغلش بديني وبرضو لما يلتزم برضو ما نشغلش بديني لا ما ينفعش أنا مسلم يعني كل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريكة لا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يعني حياتي كلها أنظر إلى العالم كله زي ما يقوله كده بنظارة الإسلام دي نقطة يا جماعة النقطة التانية اللي نستفدها من الحديث ده إن مجرد رفع الصوت فقط يعني ما أنكروش أي شيء من سنة النبي ما قالوش حاجة وحشة عن النبي أبدا كل اللي عملوه صوتهم ارتفع بس قدام النبي مجرد رفع الصوت يا جماعة كان سبب إن ممكن إنسان يحبط عمله أمال اللي يرفع رأيه فوق رأي النبي صلى الله عليه وسلم وناس كتير هبتعمل كده يا جماعة ده بعض الناس يعني مش عايزين نقول كتير بعض الناس حتى لما تقوله ده النبي بيركز أقولك بس مش مقتنم طب يعني من حاجة النبي أمر بنتك الناس تتحجب بس ما عليش المسألة ده اقتنع شخصي أخبر بلك لا 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 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارات من أمرهم أبدا يا جماعة والله طالما ربنا أمر والنبي صلى الله عليه وسلم أمر والله ما لنا خيار في ذلك لابد أن ننفذ وعلى عين وعلى رأس فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قبالك زي ما قلنا بلكده الآية دي جامعة موراتي بالدين كلها إسلام وإيمان وإحسان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما الشجر بينهم هذا الإسلام ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ده الإيمان ويسلموا تسليما ده الإحسان أن أنت تقبل أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت مش متداق طب وليه ربنا أمرني بالحجاب ده الدنيا حر ووو ما هو الأجر على قدر النصب والتعب سبحان الله هي دي المسألة بق طب ليه ربنا يؤمنني بصلاة الفجر في الوقت ده بسيطة مصلي بالنهار شمعنا في الوقت ده أبا هي دي المتحام بق وقبالك والفرق بين ده من ضمن العلامات التي تفصل المؤمن على المنافق صلاة الفجر والعشاء قبالك أفقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يبقى لابد يكون في اختبارات يا جماعة يجب أن يختبر واحدة تختبر باللبس الحجاب بتاعها بطاعتها لزوجها في غير معصية الله وقبالك بإن الإبن يبر أم وأبوه بإن الأب يحسن الأولاد ويعدل بينهم بإن الإنسان يتبع سنة النبي بإن اكتصال للصلاة الخمسة حيث ينادى بهن في مسجد في بيت الله سبحانه وتعالى بإن أنت تتعلم سنة النبي وتدعو إلى الله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن أنت طالما النبي أمر خلاص على العين وعالرأس إذا صح الحديث فهو مذهبي طالما صح الحديث عن النبي عسل وتأكدت أن النبي قالي الكلام ده تنفذ من غير ما تنقش ولا تضيق نفسك ولا يكون عندك أي حرج من كلام النبي ولا تقول أصل الكلام ده كان زمان وأصل ما ينفعش ده إحنا في عصر الزرة والإنترنت والفضايات إيه وع تقولي الكلام ده لأن الكلام ده عيزا بالله يعني ربنا عافينا عافيك إن احنا نقول حزر عجز يا كده فإحنا نسلم أمرنا لله عز وجل ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني شوف صفحة جميلة جدا من محبة سيدنا عمر لكل شيء يدخل الفرحة على قلب النبي بس يتصلي برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم العباس اللي هو عم النبي جماعة ذهب إليه عمر بن الخطاب فقال والله يا عباس لفرحي بإسلامك أشد من فرحي بإسلامي أبي الخطاب لو كان أسلم يقولي لو كان أبوي الخطاب لو كان أسلم أنا ما كنتش هفرح بإسلامه أدي فرح بإسلامك أنت قالوا ليه قال لأني أعلم أن النبي يفرح بإسلامك أكثر من فرحيه بإسلامي أبي وأنا أفرح لما يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الكلمة جميلة جدا ورخيقة جدا أنها تطع من مين من عمر بالذات رضي الله عنه ورضاه سيدنا عمر كان شديد جدا فعشان يقول كلام جميل بالمنظر ده ده معنى أنه وصل يعني غاية الحب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الحاجة اللي اتفرح النبي هي قدير تفرحني حتى لو كانت الحاجة ديت خلاف اللي أنا عايز سبحان الله يعني هو كان نفسي أبوه اللي يسلم طبعاً من النبي هو اللي أسلم يبقى أنا أفرح للنبي لأن النبي هو اللي يفرح بك صلى الله عليه وسلم وبقدرني يا جماعة احنا عايزين الكلام ده كله نسقط على الأرض الواقع طب أنت روي المسلم وبتحب النبي وأنا على يقين مفيش مسلم ما بيحبش النبي لازم تكون بتحب النبي يا جماعة ده في الفترة الفاتة ديت من كتر الحماسة اللي حصلت في قلوب الناس والله أنا عظيم حتى اللي ما بيصليش بقى يبكي وزعلان عشان خطر النبي على السلام وقال لك طب أعمل ايه طب قل قدم ايه للنبي ما إنه ما بيصليش بنات متبرجات بقى خارجين في زعلانين ومدائين ومعترضين على الموضوع ده رغم أنها متبرجة وما بطعش أمر النبي لكن محبة النبي جماعة ربنا قذفها في كلوب المسلمين أي نعم بتتفاوت بقى أفضل هو ده المطلوب أن أنا أحب النبي وأتابع وأقلد النبي وتايما يا جماعة بيقول لكل شيء حقيقة بمعنى أنا بحب النبي يعني باتتابع وبقلده خب بالك من حاجة لو جيت النهار ده قلت المسلم تعال وصف للنبي كتير ما يعرفوش يوصفه النبي مع أنك إنت لو سألت واحد بيحب واحد بلاش ده كله سامحون يعني لو واحد بيحب واحدة حتى في الحرام لو جيت تقول له وصفها لي هيوصف لك أدق الأشياء اللي أنت ممكن ما تكونش ملاحظة يعني ممكن يشوف شعراية زيدة مش عارف عند الأنف ولا الودن حاجات ما تشوفاش خارس ليه محب محب ويبص نظرة محب وإن كان حرام لأ لأ خليها بقى مع زوجة واحد بيحب زوجته جدا في الحلال فلما مثلا أخته تقول له طب وصف لي زوجتك فيوصفها لها بدقة ليه محب أو سبحان الله أمال أنا مقدرش أوصف النبي إزاي وخبالك ما هتوصف لنا النبي وجاء أوصف النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف وصف النبي إزاينا لما كنا عارف إن النبي أمر بكذا إزاي قلبي طوائعني إن أنا مسمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سألة مهمة جدا يا جماعة إن أنا لازم أحب إن أنا أعمل الحاجة التي تفرح النبي أكيد والله إن حجاب الأخت المسلمة لو لبست حجاب النهاردة هتفرح النبي صح وهيسعد بيك على الحوض وأكيد الشاب اللي لسه ما بيصليش لما يصلي هيسعد النبي ويدخل الفرح على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف يا جماعة مشهد تاني من مشاهد محبة سيدنا عمر للنبي على السلام وخوفوا من إن أي حاجة ولو يسيرة تكدر صفو النبي صلى الله عليه وسلم لما طلعت إشاعة وكانت إشاعة الحقيقة إن النبي طلق أزواجها إن النبي طلق أزواجها كلهم هتفالك إيه اللي حصل سيدنا عمر اتخذ إيه اللي حصل فذهب على طولة لمن إلى بنته حفصة تهمه جدا طبعا يعني فقال خابت وخسرت إن كانت تفعل ذلك فذهب إلى حفصة قالت يا حفصة هل تراجع إحدى كن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أجل وتهجرنه اليوم كله إلى ليه قالت أجل أبي يحصل قال خابت وخسرت من قال خابت وخسرت من فعلت ذلك أفتأمن إحدى كن أن يغضب الله عز وجل عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم اوعوا تعملوا كذا ثم نصح ابنته قال يا بنيتي شوف الحمى بقى الطيب قال يا بنيتي لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسأليني ما بدأ لك اللي انت عايزاه أنا تحت عمرك يا بنتي بس اوه هتسكلي على النبي يا سلام بنوهد الكلام ده لكل حما النهاردة لما بنته تروح له غضبانة من زوجها ويكون هيل غلطانة ويقول له اعودي ويجوزك سيد سيده اهام بيش بيحسن يا جماعة الكلام ده اعودي ويجوزك سيد سيده ويقويها على زوجها سبحان الملك لكن رجل العاقل يا جماعة بصراحة واحتنم والله لما يلاقي بنته جايز علينا يقول له معلش أنا بنتي ما تجيش تغضب في بيتك روحي بيتك ويطلبيني وانا جيلك يا بنتي لحد عندك واصلح ما بينك وبين زوجك ولما يروح ما يهدرش كرامة الزوج امام البنت او امام زوجها امام زوجته يعمل ايه يكلمه بليم ورحمة وحنان يا ابني انا ديتك يعني ثمرت فؤادي وكرت عيني ديتك حياتي كلها فارجل ان انت يعني لا توسقني فيها ربنا بار فيك واي حاجة امرني بها يا ابني انا زي والدك اعتبرني اب ليك اعتبرني اخ كبير وتعاملوا معاملة كويسة وتيجي تغلطها قدامه عشان ايه يعني القوامة بتاعت الراجل تغضل زي ما هي مش تهين زوجها فبالتالي لو اهنته قدامها خلاص البنت ايه خلاص تقولك انا كل مرة ازعل اجيب ابويا يخلص الموضوع والمسألة لا مش كده جماعة والله انا احتمل راجل يعمل كده ويحترم زوج بنته عشان يخلي زوج بنته برضو يبقى الراجل عنده غالي لما يطلب بنته ان يحافظ على بنته من غير ما يطلب والله هو هيحافظ عليها المهم فسيدنا عمر قال فسأليني ما بدأ لك قال عمر بيكمل حديث قال وكان لي صاحب من الانصار كنت انا وهو نتناوى بالنزول على النبي صلى الله عليه وسلم ده درس جميل او يا جماعة الصحابة ما كانوش قاعدين يا جماعة من غير شغل يعني مش سيدنا عمر قاعد ليل ونهار مع النبي من غير شغل لا كان بيشتغل كان بيشتغل هو وجار ليه من الانصار هو يشتغل يوم والتاني يشتغل يوم اليوم اللي سيدنا عمر يشتغل فيه الجار من الانصار ده ينزل للنبي يتعلم منه ويرجع يبلغ سيدنا عمر والتاني يوم سيدنا عمر ينزل يسمع من النبي ويبلغ جاره الانصاري واللي التين بيشتغلوا ما شاء الله ده درس كبير انه هما بيشتغلوا دي اول حاجة درس تاني عندهم حرص شديد جدا على طلب العلم عندهم حرص جامد جدا ان هم ينزلوا ويتعلموا العلم المهم فبيقول سيدنا عمر وكنا نتحدث ان غسان تنعن الخيلة لغزونا كان ملك غسان كان عايز يغزو المدينة ويحارب النبي صلاحا وهم عرفوا الخبر ده وعرفوا ان هو خلاص مجهز نفسه عشان يجي يغزو المدينة فكانوا ليل ونهار ايه متأهبين وكان فيه حراسات ليلية وكان فيه نوبات حراسة عشان يعرفوا امتى يدخل بدلا يدخل علم المدينة بليل ممكن يقتل النساء او رجال او السبية خايفين طبعا فجأة بيقول سيدنا عمر فطرق علي صاحبي طرقا شديدا خبط علي جامد فقال قلته ماذا قال امره العظيم قال له ما هو اجاء دغسان يعني قابل دغسان جمع عشان يقاتلوا النبيس عسان قال بل ما هو اعظم واشد من ذلك قال ما هو قال طلق النبي نساء صلى الله على النبي محمد يا الله حطي تحت الكلمة دي مئة ألف خط يعني مجرد ان النبي طلق نساء معنى كده النبي يبقى متكدر ومدايق وزعلان صح الله يبقى وجود غسان ودخلهم المدينة وتخريب المدينة اهوى عندهم من ان النبي يزبقى زعلان تخيل حاجة زي كده حد متخيل يا جماعا ما حابة توصل للدرجة دي بيقول له اجاء غسان قال بل ما هو اعظم واشد من ذلك ما هو طلق النبي زعلان يا سلام سيدنا عمر اول ما اعرف قال بس انا كنت عارف مدها يحصل فراح دخل على حفصة لها قاعدة بتعيض فقال اطلق النبي نساء قالت لا ادري هو الان معتزر في مشربة له فذهب عمر مش قادر استحمل حبيب وازعلان فراح للنبي لقى غلام اسود مستنى ايه امام الباب قال استأذن لعمر بيقول له ادخل اطلب من النبي انه يؤذن لشان اخش ايه اتكلم معه شوائد فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد الى عمر وقال له ذكرتك له فصمت ما اتكلمش والصمت هنا ايه علامة ايه علامة عدم الرضا والصياق من المقيدات يعني لما تيجي واحدة بيكرة هتروح تتجاوزها الثيب تتكلم تقول اه انا موافقة انما البكرة بتخجل فاذنها ايه اذنها صمتها او سكوتها لما بيقول لها يا بي انت خلاص موافقة على عريس يعني استخارط لبنا خلاص الحمد لله ها موافقة فتتكسر فتنبسك كده وضحكة خلاص يبقى موافقة هتبقى لك انما هنا صمت النبي هل علامة موافقة ده مش موافقة لان الحال انه هو متكدر ومش عايز يكلم حد دلوقتي فقال له ذكرتك له فصمت رجع سيدنا عمر راح داخل المسجد قال فوجدت قوما من الانصار قد جلسوا يبكونا زعلين ليه عشان النبي قاعدين مجتمعين يا جماعة من بيبكو ليه النبي زعلان النبي طلق نساءه وزعلان فاحنا زعلين عشان ايه عشان النبي زعلان فعاد عمر مرة قال فغلبانه ما اجد مش قادر مش قادر اصبر ان نلقي النبي زعلان وانا سيبه كده فرجع تاني يستأذن فدخل الغلام ثم عاد قال ذكرتك له فصمت المرة التالتة ذكرتك له فصمت لسه سيدنا عمر ماشي راح الغلام قال تعالى قد ازن لك النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يعمل ايه في الوقت اللي جماعة حط نفسك مكان سيدنا عمر النبي متكدر ومداهي اعتبالك وداخل على وهو طبعا في الوقت ده كان اقسم فسيدنا عمر حبي يطيب خاطر للنبي يكلمه كلمتين كده يدخل عليه السعادة فدخل يعمل ايه قال يا رسول الله اول حاجة بس حبي يطمن بس هل طلقت نساءك قال لا قال الله اكبرش وامنكبر على طول من فرحته ان النبي ما طلقش ازواجه لان منهم مين بنته حفصة رضي الله عنه ارضاه فالمم قال يا رسول الله لو رأيتنا معشر المهاجرين كنا قوما نغلب نساءنا فلما قضمنا على الانصار عن مدينة يعني واخد بالك وجدنا قوما تغليبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمنا من نسائهم قد تبالك فالمم راح النبي ايه يعني ابتسم كده فرح سيدنا عمر راح مكمل وقعد يكمل معه ويحكي وقعد راح النبي ابتسم أكتر هكذا فضل سيدنا عمر حتى ادخل البسمة على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وده يا جماعة درس كبير جدا يا جماعة احنا لو عايشين في عهد النبي يا تركوا انها نعمق ليه عشان النبي اوعى تقول لي ده انا بقى لو كنت في عهد النبي ده انا كنت عملت عميل ده انا اوانة واعمل وكنت اهلي دمنا كنت ممكن حد عارف ممكن كنت تبقى زي سيدنا عبدالله بنسعود او سيدنا ابو وكر وممكن في نفس الوقت كنت زي تبقى زي عقبة بنبي معايت او ابو لهاب او ابو جاه حد عارف حدش يعرف طب جنى الاسلام والحمد لله ولم نبذل اي جهد من اجل ان احنا نكون مسلمين طب مطلوب منك حاجة واحدة ان انت تموت على الاسلام يا ايوه الذين امنوا اتقوا الله حق توقاتي ولا يتموتن إلا وانتم مسلمون تعالوا نشوف الصفحة تانية جميلة جدا من محبة سيدنا عمر للنبي ودفاع عن النبي بس تصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نشوف الصفحة دي بس يعني بعد الفصل ان شاء الله فأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم يلي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحينا بجين طاب منبته لما في ذلك للتواصل مع قناة المجد الغلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر ايميل القناة وفاكس رقم سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحينا السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية جماعة بنرجع على سيدنا عمر بن الخطاب وتعالوا نشوف صفحة جميلة جداً من حبه للنبي عسلام ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزة بدر يا جماعة اتقتل سبعين من مشريك الكريش وترموا في القليب اللي هو البقلي اللي ما فاش مياه فيقدر ربنا سبحانه تعالى اتنم المشريكين وقفين مع بعض عند الحجر عند الكعبة الأولين اسمه صفوان بن قمية والتاني اسمه عمير بن وهب فصفوان بن قمية عمال بقى ازعلان بقى على السبعين اللي تقتروا ويه مين دا من خيرة بقى الكريش يعني فهم زى اللي أم العتولة وصنديد الشرك والكفر اللي موجودين في مكة فقال والله ما في العيش خير بعد قتل القليب وقال بقى لك كانوا عايزوا لي ايه راحت يقش ازاي بعد الأفاضل اللي ماتوا دولة أبو جاهل وابو لهب وعقبة ابن أبو معايت والخلاء المنايلة دي فالمهم يا سبحان الله فبقى يعني ايه فمين اللي لقعت الكلمة عمير بن وهب قال له عمير والله لو لا دين علي لا أستطيع له قضاءا وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت الان وقتلت محمدا التاني اللي قطن قال له بس خلاص دينك ديني وعيالك عيالي أنا هقدي الدين عليك كان غني هقدي الدين لي عليك وعيالك يجي يطربوا معيالي وروح انت قتل محمد صلى الله عليه وسلم عمير ابنه بعمل يا جماعة رح مولع نار وحط السف فيها لحد دم الحديد حمر ورح داسس السف فين حط السف فين في السم فأصبح السيف مسموما بمعنى ان هو ايه لو حاب يقتل اي حد لو ما طالش يجيبه من رقابته او من قلبه او مش عفقه لو ضربه حتى في اسبوعه يموت لان السم هيجي فين في عروقه فرح واخد السف وطال على مين على النبي صلى الله عليه وسلم رايح يقتل النبي ودي كانت مؤمرة من المؤامرات التسعة التي ضبرت لقتل النبي صلى الله عليه وسلم داخل عمير ابن وهب على المدينة من اللي شافه جماعة سيدنا عمر مخطار اول ما شافه قال عمير ابن وهب عدو الله والله ما جاء الا لشر طب ايه اللي خلي عمير راح كده وهو واسقه مفسود انه اصلا ابنه من ضمن الاسر اللي كانوا في غزوة بدر فلما يخش المدينة يبقى ليه حجة لما حد يقوله انت جاي ليه يقول جاي عشان افكي الاسر بتاعه هذي معي فلوس ايه وكان مدهاره صفان ابن امية قال لك اخد الفلوس واخش عليه وقوله ده نجي عشان افكي الاسر بتاعي فيبقى ايه محدش هشك فيه فدخل فاول ما شافه عمير مخطاب قال عدو الله عمير ابن وهب والله ما جاء الا لشر وراح جايبه من افا واخد بالك وطبعا سيد عمير لم يمسك هلس يعني ايه فدخل بي على النقع السلام قال يا رسول الله عدو الله عمير ابن وهب والله ما جاء الا لشر فنظر النبي اله وقال دعه يا عمر قال يا رسول الله انه متقلد سيفا مع سيف قال دعه يا عمر اقترب يا عمير فاقترب عمير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا عمير قال جئت يا رسول الله جئت يا محمد من اجل اسيري الذي عندكم فقال بل اصدقني يا عمير قال والله ما جئت إلا من أجل أسير قال لا فما الذي جعلك تحمل السيف في عنقك طالما أنت جاي عشان تفك الأسير وما الوقت السيف ده وجايب ليه قال له عمير بن عم قبحها الله من سيوف وهل أغنط عنا شيئا في يوم بدر يعني عملتنا حاجة ده احنا في يوم بدر عرضنا للضرب لما جلنا حب الشباب فقال له قبحها الله من سيوف وهل أغنط عنا من شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل جئت يا عمير من أجل أن تقتلني فقد جلست في الحجر أنت وصفوان بن عمير فقال لك كذا وقلت له كذا وقلت له لو لا دين علي لا أستطيع له قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت لقتل محمد فقال لك دينك ديني وعيالك عيالي فقد جئت لقتلي والله حائل بيني وبينك يا عمير من اللي سمع الكلام ده حد سمع ده هو وصفوان كانوا عادي مع بعض يناك في الحجر وموضوع سر يعني فهمت زي ما حدش فيه ما هايفش السر ده وده جاي في أقرب طرق وجاي عشان يقتل النبي طب مين لا ما فيش بقى غير ربنا سبحانه وتعالى قال والله ما أخبرك بذلك إلا الله فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم النبي يعمل يا جماعة واحد جاي يقتله وجاي وسامم السيف ومتعمد قتله كان ممكن يعمل مع النبي جاهدان صح الله ده أقل حاجة أقل واجب نقوم بيع لكن رغم زيك سابوا النبي وقال فقهوا أخاكم في دين الله وأقريوه الكرآن وأطلقوا له أسيرة صلى الله عليه وسلم بنرسل الرسالة دي للغرب هو ده النبي يا جماعة هو ده نبينا صلى الله عليه وسلم هي دي أخلاء النبي عشان ما تقولوش إن الإسلام انتشر بالسيف ولا بالعنف أبدا الإسلام ما انتشرش إلا بأخلاء النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يا جماعة شاهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأخر عن أي غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف وتمر الأيام الجميلة بسرعة زي ما بنقول دايما في كل درس الأيام الجميلة اللي أبضوها مع النبي صلى الله عليه وسلم بتمر يعني أسرع من الريح حتى جاءت اللحظة التي تكلمنا عنها قبل ذلك في قصة سيدنا وكر اللحظة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر كان لي موقف طبعا يعني في هذا اليوم سبحانه الملك كانت أسر تأسر غير عادي سيدنا ألس الملك يقول لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعله يتغشاه فقالت فاطمة وكرب أبتاه وكرب أبتاه فكان نبي يقول لها لا كرب على أبيك بعد اليوم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه يقول أنس والله لقد رأيت النبي يوم أن دخل المدينة والله لقد أضاء منها كل شيء ورأيته مرة أخرى يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد أظلم منها كل شيء والله ما نفضنا أيدينا عن النبي أي عن دفن النبي حتى أنكرنا قلوبنا فيمنهم من دهش فخورت ومنهم من أقعد فلم يستطع القيام ومنهم من أخرز فلم يستطع الكلام ومنهم من عمي فلم يستطع أن يبصر وقام عمر بن الخطاب فشهر سيفة شوف المحبة مش يصدق نفسه أن النبي مات مع أنه سمع قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ورغم ذلك من حب للنبي مش يصدق أن النبي مات فقام عمر بن الخطاب وشهر سيفة وظل يصرخ بين الناس ويقول رسول الله ما مات رسول الله ما مات ولكنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران ولا يرجعنا فلا يقطعنا أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات يا الله ويدخل سيدنا أبو بكر زي مؤلنا يا جماعة يدخل ويأتي من منزله بالسنح ويدخل ميمما وجهه شطر غرفة أم عائشة حيث كان جسد النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة أم عائشة يدخل ويجد الثوب موضوعا على النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الثوب ويبكي ويضع دمعة حانية ثم يضع قبلة حانية بين جبين النبي الأنور صلى الله عليه وسلم ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا أما الموتة التي كتبها الله عليك فلقد ذكتها يا رسول الله والله لا يذيكك الله عز وجل موتتين أبدا ثم يخرج أبو بكر وينادي على عمر اجلس يا عمر فلا يجلس فيجتمع الناس حول أبو بكر ثم يقول أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلأ أبو بكر قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجلس الله الشاكرين قال ابن عباس فما انتلاها أبو بكر حتى علم الناس أن النبي قد مات وكأنهم ما سمعوا تلك الآية إلا في تلك اللحظة قال عمر أما أنا فأقعدت على الأرض فلم أستطع القيام ولم أستطع أن تحملني رجلاي فقد علمت أن النبي قد مات صلى الله عليه وسلم يا جماعة يعني حب الصحابة للنبي كان شيء فوق الخيال يعني لا يمكن أن تتخير الواحد فيهم بدون مبالغة بدون مبالغة هو سيدنا علي بن بطالب لما نام مكان النبي في ليلة الهجرة جماعة مع أن النبي قال له نام في فراشي ولن يصل إليك مكروه طب أقسم بالله عز وجل وليست حانثا إن شاء الله أن سيدنا النبي عسلم لو قال لعلي بن نبي طالب نام في فراشي وستقتل سينام حد عنده شك هينام لو قال له هتتقتل مش تقتل بس لو قال له هتتقتل وتحيا بإذن الله ثم تقتل ثم تحيا بإذن الله مئة مرة هينام برضه في فراشي النبي لأن قلوبهم اتنالت يا مامعة بمحبة النبي بجد مش محبة كلام على الورق مش محبة أنا بحب النبي طب فين أنت من سنة النبي مفيش أنا بحب النبي طبعا ما الحاجة بتصلي ولا عمر ركعتها طب الكلام ده ينفع يعني يبقى بحبة محبة بجد ولزيك سبحان الله لما تفتكر معايا الحديث بخاري لما خبيب بن عدي رضي الله عنه ورده لما أصروا في التنعيم وحبه شنو يا جماعة هيئته موتوه أبو سفيان ساعتها يا جماعة كان لسه مشرك ما كانش أسلم فقال لخبيب يا خبيب أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك الآن يشنق إيه رأيك تحب أن رواحك دلوقتي تخيل واحد على حبل المشنقة هيتشينئ دلوقتي تخيل بيقولوله تحب بقى نسيبك دلوقتي وانت خليك تفك من الموضوع ده وتروح بيتك تقعد مع زوجتك وولادك وفلوسك ونجيب محمد مكانك صلى الله عليه وسلم شوف سيدنا خبيب وحبه للنبي قال لا والله ما أحب أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة شوكة مش تقتل بقى ولا بتعلق شوكة ما تجيش جنب النبي صلى الله عليه وسلم ومر بينا في الحلقة الماضية لما سيدنا سعد بن ربيع قال وكل قوم يا الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروهم وفيكم عينهم تطرف ومن باب قول القائل حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي كان سيدنا عمر كان يحب كل من له صلة وقرابة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكرم يعني ويوقر أزواج النبي أمهات المؤمنين رضي الله عنه هنا كان يجزل لهم العطاء جدا 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 ليه قلت أزواج النبي وأمهات المؤمنين سبحانه الملك من ضمن القصص أن سيدنا عمر أرسل العطاء لما جاءه العطاء أرسل منه شيئا كثيرا لزينا بنت جحش ليه أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فجالها مبلغ حاجات كثيرة جدا فقالت ما هذا غيري من أخواتي كان يعني أحق بأن يوزع مثل هذا قاله لا مش منك توزعي ده كله ده ليه كنتي ده بتاعك حقك أنت لنصيبك فقالت سبحان الله رحم الله عمر بن خطاب أما وجد غيري فقالت لهم خلاص حط الفلوس حطوا دانالين قد كده وغطت عليها بثور ثم قالت لجاريتها برزة بنت رافع قلت لها خدي كومة كده ووديها لفلانة فلانة دي بتربيها تام وفلانة دي أرمالة وفلانة دي كذا وقعدت تحسن إليه إلى أقاربها وإلى جيرانها من الفقراء سبحان الله فقالت لها برزة رحمك الله عز وجل يرحمكم الله عز وجل يا أم المؤمنين أما كان لنا حقا في هذا المال قالت خذي ما تحت الثوب فعديتهم لقيتهم إيه 85 درهم فأخذتهم ثم قالت زينب بنت جحش اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عام هذا فماتت في هذا العام ولم يدركها عطاء عمر في العام المقبل فكانت أول أزواج النبي لحوقا بالنبي صاصة وقل بالك كان فيه حديث جميل جدا نروا مسلم في أمنا زينب بنت جحش إن النبي قال لهم إيه جمع الزوجات كده مرة وقال أسرع كنا لحاقا بي أطول كنا يدا دي كانت بالنسبة لهم زي إيه فالصدورة هم مش فهمنا النبي بيقول أول واحدة فيكم هتموت بعديه على طول أطول كنا يدا فعملوا إيه راحوا عندهم من عائشة ويلا كلهم يمد ييدهم بيئيسوا طبعا أطول إيد مين سيدة سودة بنت زمعة أكبر واحدة جسما وكده فأديها طويل قالوا بس بس سودة هي اللي مين هي لا تموت قالوا فلما ماتت زينب بنت جحش بعد النبي مباشرة علمنا أن قصد النبي بطول اليد أي طول اليد في النفقة فكانت تسمى أم المساكين كانت أكتر واحدة بتنفق على الفقراء واليتام والمساكين هي زينب بنت جحش إدارة نية كانت بتعمل في دباغة الجلود تخيل وفي الغزل وكل ده تبيعه وتتصدق بكل المال على الفقراء والمساكين رضى الله عنه وارضاه يا طاري احنا أخبرنا إيه يا جماعة مع اليتام والفقراء والمساكين يا طاري فعلا بنؤثر هؤلاء على أنفسنا ولا لأ يا ريت يعني نتعلم ونعلم ولادنا وانت قاعد بتاكل قدامك فرخة أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل وانت قاعد قبل ما تاكل خذ يا ابن يا حبيبي حتة اللحمة دي وشوية الخضار والرز دولت ونزلهم لرجل الفقير اللي جالس عند أول الشارع أو نزلهم لفلانة اللي بتربي يتامة تدخل السعادة عليهم وفي نفس الوقت يعني تعلم ابنك أن يؤثر من حوله على نفسي وتعلمه الإنفاق والبزل والعطاء من هو صغير وتعلمه أنه ما يكونش أناني ما يعيشش نفسه ما ينفعش أعيش لنفسي إحنا عايشين كمسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عض تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمة يعني سبحان الله معاني جميلة جدا وبترسخ في ذهن الطفل هذه المعاني الجميلة في نفس الوقت تفوز بصحبة النبي أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا صلى الله عليه وآله وسلم من ضمن الحياة الجميلة برضو المحبة الغريبة جدا القوية جدا اللي كانت بين سيدنا عمر وبين سيدنا علي بن أبي طالب اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان متزوج بنت النبي فاطمة وبعدين يعني أبو الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة فكان سيدنا عمر كان في كل الأمور تقريبا كان لازم يستشير علي بن أبي طالب وكان لابد أن يأخذ هو كان يعني عارف سيدنا عليه ما شاء الله فكان يأخذ برأي عليه ابن نبي طالب لدرجة أنه قال كلمة المهروفة قال لو لا علي لها لك عمر لو لا علي لها لك عمر وكان يحب بيحب كل أخارب النبي صلى الله عليه وسلم كان حبه للعباس وحب يوضح للناس قدر العباس سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم حب يوضح لهم قدر هذا الرجل فاستسقى به في عام الرماد لو تفتكر ولسة هنيجي في الموضوع ده إن شاء الله ثم وضح للناس جميعا قدر ابن عم النبي اللي هو ابن عباس لو تفتكروا حديثة البخاري لما كان سيدنا عمر يدخل سيدنا ابن عباس كان لسا صبي صغير النبي ماته سيدنا ابن عباس كان عنده عشر سنوات يا جماعة فكان يدخل سيدنا ابن عباس مع أشياخ بدر الناس بقى الأكابر اللي حضروا الإسلام من أول وقت فكان يدخلهم معه ويقعادهم معه فقالوا يعني ما الذي يحملك يا عمر أن تدخل معنا مثل هذا الصبي وعندنا من أولادنا من هو في مثل هذا السن يعني شمعنا احنا أولادنا ما بيندخلهم شو أنت بدخل عبدالله بن عباس قال إنه من قد علمتم إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسألة مش مسألة مجاملة طب بلاش لكله أنا أعرفكم قدر هذا الصبي إيه رأيكم ماذا تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفروا إنه كانت ها بيتقولوا إيه فقالوا يعني كتير منهم قالوا إيه قالوا أمرنا الله عز وجل إذا فتح علينا أن نحمده ونستغفره وبعضهم قال لا ما عرفش معناها فقالوا عمر المخطاب هكذا تقول يا ابن عباس قال لا قال فماذا تقول قال أقول هو أجل رسول الله نعي إليه ربنا نعال نفسه خلاص انت كده خلاص قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وطرقت الأمة على المحجة البيضاء لإليها كان هاريها لا يزوغ عنها إلا هالك خلاص اكتملت مهمتك يا رسول الله وانتهت مهمتك صلى الله عليه وسلم فخلاص يعني تحمد ربنا وتستغفره لأنه قد اقترب الأجل هو أجل رسول الله فقال عمر المخطاب والله يا ابن عباس ما أعلم منها إلا الذي علمت فعالموا قدر ابن عباس أنه حبر الأمة وترجمان القرآن ما هو النبي اللي دعانه يا جماعة قال اللهم في الدين معلمه التأويل قد تقولك فسيدنا ابن عباس كان حبر الأمة ولز pokemon كان يقدمه لقرابته للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلمه الذي تعلمه على يد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يا جماعة من ضمن المشاهدة الجميلة كمان أن كان لما بيجي العطاء انت عارفين زايد بن حريثة كان قد قتل في غزوة مقطع كان من ضمن الامراء الثلاثة الذين أمارهم النابي صلى الله عليه وسلم من اللي فرضل طبعا زايد بن حريثة ده مين يا مشا moje ده حب النبي كان يستمع كده حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أسامة ابن زايد كان يسمعو ايه الحب ابن الحب فسيدنا عمر لما كان يجي العطاء يا جماعة كان يوزع العطاء على المسلمين وكان يزود قسامة ويفضلوا على ابن عمر مع أن ابن عمر أقدم إسلاما وأقدم هجرة وأكثر علما يعني في مجمل أحوال هو أفضل من أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا ورغم بذلك سيدنا عمر يفضل مين يفضل أسامة بن زيد على عبد الله بن عمر فواحد من الصحابة قال سيدنا عمر قال لقد فضل عمر أمير المؤمنين فضل أسامة بن زيد عليك وليس أقدم منك هجرة ولا أسبق منك إسلاما ولا شهد من المشاهد ما لم تشهد يعني أنت شهدت الغزوات كلها أكثر من أسامة بن زيد فعبد الله بن عمر مش مما بينه عايز في نفسه بس أعايز أعرف ليه أمير المؤمنين فضل عليه فرحبا قال له يا أمير المؤمنين فضلت أسامة بن زيد علي وهو يعني لم يسبقني في الهجرة ولا في الإسلام ولا شهد من المشاهد ما لم أشهد عمر المخطب قال له كلمة جميلة يالت يا جماعة يعني فعلا نحسها قال له يا عبد الله إن أبا اللي هو زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله من أبيك زيد بن حارثة كان النبي بيحبه أكتر مني أنا يا عمر أخي قال لك وإسامة بن زيد أحبه إلى رسول الله منك أنت يا عبد الله فأنا أوثره من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا بفضل اللي كان بيفضل وبيحبه النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف صفحة جماعة من صفحات الاتباع ونختم بها إن شاء الله درس الالkahدي عشان نكمل إن شاء الله في الحلقات الجاية مع سيرة سيدنا عمر حقيقة يعني سيرة سيدنا عمر يعني أنا مش بقول محتاجة مثلا هتكون في حدود عشر حلقات لك أنا فيعتقادي يعني محتاجة خمسين حلقة محتاجة يعني بس ربنا يعيننا إن إحنا نقدر إن إحنا يعني نتكلم عن كل جوانب سيدنا عمر المخطاب رضي الله عنه وضعه تجد إن حب سيدنا عمر للنبع السلام يعني قاده إنه هو يكون متابع للنبي زي ما قلنا الاتباع ثمرة من ثمرات المحبة أنا بحب النبي الثمر اللي هجيني أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال كده جماعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ويحببكم الله يا سلام سيد عمر والحديث الله البخاري يقف قدام حجر الأسود شوف يا أخي سبحانه شوف الاتباع شوف المحبة فيقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ما نعرف أنت حجر طب ده دي نجاء لمحاربة الأحجار فلا حكمة من إن إحنا نعظم حجر مثل هذا إلا إلا إذا كان هذا بأمر من الله وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإحنا يا جماعة وده برضو درس دينا إحنا ما بنعملش الحاجة عشان أنا مقتنع أو عشان الحاجة دي تجي عن عقلي تمام لا أنا ماعمل كده عشان ربنا أمرني يعني المسح على الخفين المسح المفروض يبقى من فوق أو من تحت هو إيه اللي بيتوسك مش تحت مش رجلين من تحت لكن المسح من فين من فوق فلو كان الدينه بالعقل كما قال علي بن أبي طالب لكان المسح من أعلى الخفين أولى من المسح إيه لكان المسح من أسفل الخفين أولى من المسح من أعلى صح والله لكن المسألة مش مسألة عقل المسألة مسألة يا جماعة إنه شرع اتباع إذعان خضوع استسلام لأمر الله ولأمر الرسول الله يعني تيجي لما تيجي مثلا بتوصل للحج مثلا موسم الحج أنت لما تروح تحج بتعمل كل المسألة من أولها لأخيرها تجدها أحجار في أحجار عفواني يعني هواضع حالك بتطوف حواليا الكعبة الكعبة إيه حجر بتقبل حجر أسفل حجر بتسعى بين الصف والمرو حجرين بترمي الجمرات حجارة الله أمنا أنا بعمل كده طالما المسألة كلها حجارة في حجارة لأني ربي أمرني بكده ولأني النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم والنبي عمل كده فإحنا بنعمل كل دوت لأني ربنا أمرنا بكده واضح يا جماعة فالمسألة مش مسألة ابتناء طب دانا بطوب بين الصف والمرو هو الصف والمرو خلاص يعني الطف إن أنا لما بسعى بين الصف والمرو هو ده خلاص يعني خلاص هو ده هو ده لأن النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فسيدنا عمر بيوضح لك إن المسألة مش مسألة عقل مسألة اتباع مسألة النبي أمر خلاص على إنواء رأس الله وسلم فقال الحجر الأسود أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولأني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك أبدا ما كانش يحصل هتبقى المشهد الثاني إنه شجرة الردوان بعض الناس بدأوا يعظموا الشجرة يقول لك تعال نصلى ركتين عند شجرة الردوان تعال نعم يحف قال لك بس لحسن بعدما الأمة دي تموت الأمة الموحدة الجميلة دي يجي بعدها الناس مش فاهمين يعبدوا الشجرة فعمل فأمر بقطع الشجرة لأ ده فيه مشهد ثالث جميل قوي بس بعدما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام سيدنا عمر ومشهد جميل قوي معدي من تحت بيت سيدنا العباس اللي هو عم النبع السلام ففي ميزاب كده زي مصولة مية كده فنزلت مية على رأس سيدنا عمر فأمر عمر بإن الميزاب ده لازم تشال ليه عشان ما يقزيش الناس فجاء العباس قال يا عمر ضع الميزاب في مكان قال سيدنا عمر طبعا يعني اتكهرب بقى النبي هو اللي حط الميزاب وانا اللي شيله وما كانش يعرف فقال يا عباس اصعد على ظهري وضع أو على كتفية وضع الميزاب قال لا عمر اطلع لانا لا أبدا والله لتصعدن على كتفية حتى تضع الميزاب حيث وضعه رسول الله صلى الله شوفي أخي سبحان الله شوفي المحبة والاحترام والتقدير للنبي صلى الله ويعزي في نفسي فقال له كلمتين وخرج وهو خارج سيدنا عمر يعني ده سيدنا عمر بطنه مفتوحة والدم بينزف منه وبيموت فشاف الشاب فلاه مسبل فلاه مسبل الثياب بتاعته طويلة فقال ردوا علي هذا الغلام فردوا عليه قال يا ابنية أو يا ابن أخي ارفع ثيابك ملاش تمشي مسبل كده ارفع ثيابك فإنه أنقى لثوبك وأطقى لربك يا سلام بيؤمر ومعروف يا جماعة ده احنا بنشوف منكرات كتيرة في حياتنا ومحدش بيتأثر إلا من رحم الله ياريت نغير المنكر بغير منكر ياريت ان احنا زي ما قلنا يا جماعة لو حد أسألنا منسئلوش منسئلوش نرد الثياب الحسنة ادفع بالنتهي أحسن هتفاله فإذا الذي بينك وبينا عدقك أنه ولي حمين هتفاله بالأسوق الحلو عايزين نعلم الناس وندعو الناس إلى شرع الله وإلى دين الله بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجماعة دي أمانة فوق أعنقنا كمسلمين إن احنا لازم لازم نعرف الناس مين هو النبي وإيه هي أخلاق النبي وحب الصحابة للنبي وحبنا إحنا كمان للنبي عشان الدنيا دي كلها تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم وبكده نبقى قدمنا أكبر خدمة لدين الله سبحانه وتعالى ونكون أوفياء فعلا نلقى النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة صلواته ربه وسلم عليه وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مرة أخرى مع صفحة جميلة من صفحات حياة سيدنا عمر بن خطاب رضي الله عنه ورضاه فأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى رئيه صحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشهد أنت